الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بهجة النظر في شرح مختصر عبد الله الهراري الكافل بعلم الدين الضروري وهو بطريقة سؤال وجواب فنرجو منه الإفادة العميمة والله هو المستعان ونرحب بفضيلة الشيخ أحمد عجور الذي سيجيب عن أسئلتنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ ما حكم من تكلم في صلاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لو تكلم بكلام الناس ذاكرا أنه في الصلاة بطلت صلاته ولو بحرفين أو بحرف مفهم له معنى مثل قي وعي وفي ولو تكلم بكلام الناس كلاما قليلا وكان ناسيا أنه في الصلاة لم تبطل وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كان متعمدا فضيلة الشيخ ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلت صلاته وقيل ثلاث حركات متواليات تبطل وما دون ذلك فلا وكذا الحركة المفرطة والحركة بنية اللعب فإنهما تبطلان الصلاة ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلا إذا كان المصلي ذاكرا أنه في الصلاة وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطل الصلاة نأتي على سؤال آخر لو نوى المصلي قطع الصلاة أو علق قطعها على حصول أمر أو تردد في ذلك فما الحكم فضيلة الشيخ إن نوى قطعها أو علقه على حصول أمر أو تردد فيه بطلت صلاته ما الحكم في مضي ركن مع الشك في نية التحرم أو إذا طال زمن الشك إذا مضى ركن مع الشك في نية التحرم كأن قرأ الفاتحة وهو شاك بطلت وكذا لو طال زمن الشك ولو لم يمضي ركن تبطل فضيلة الشيخ نأتي على هذا السؤال ما هي شروط قبول الصلاة شروط القبول هي الشروط التي لا بد منها ليكون للمصلي ثواب في صلاته منها أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالا وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة فضيلة الشيخ نأتي على سؤال مهم إذا شخص صلى وقصد بصلاته محمدة الناس فما الحكم إذا قصد بصلاته محمدة الناس أي قصد أن يمدحه الناس فصلاته صحيحة بلا ثواب وعليه معصية الرياء وهي من الكبائر من كان مأكله حراما أو ملبوسه أو مكان صلاته فما الحكم إذا كان مأكل المصلي أو ملبوسه أو مكان صلاته حراما فلا أجر له في صلاته كأن صلى في دار اغتصبها فإنه ليس له ثواب في صلاته ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو استحضار الخوف من الله سبحانه في القلب ويزداد أجر المصلي بصلاته كلما طال زمن خشوعه فيها شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد عجور وإلى اللقاء مستمعين الكرام في حلقة قادمة بإذن الله مع العلم الصافي المفيد ترجمة نانسي قنقر